مباراة كانت صعبة بكل المقاييس وده سيناريو احنا توقعناه وتكلمنا فيه ودائما مطشاط الاهلي برا ملعبه مع اي فريق كائنا من كان بتبقى فيها صعوبة وكل فريق بيستضيف الاهلي على ملعبه بيبقى عنده الرغبة وعنده الطموح وعنده طمع كبير جدا في الاهلي انه حقق الفوز على ملعبه وليه لأه والاهلي كبير مصر وكبير افريقيا لكن مباراة مباراة مبارح على اختلافها مع الاربع مطشاط اللي عبناها في المسابقة الدوري اصارت ورغم النادي الاهلي حقق الفوز في النهاية صحيح كان سيناريو صعب جدا وغير متوقع لكن اصارت حالة من حالات الجدل الكبيرة جدا يسعدني ويشرافني ان يكون معايا واحد من النجوم النادي الاهلي طبعا والناس اللي انا بحب اسمحها جدا بتتكلم في الكرة وبحترم جدا رؤيتها وبحترم جدا تحليلها وانجاز ان انا اقول اسمعوا كابتن خالج دادلة وتعلموا منه كيف هيكون طرائط وتحليل مباراة في كرة القدم سأخير كابتن خالج سأخير يا احمد نسعد بك دايما على شاشة الاهلي ده انا اللي سعيد بك وبسعيد جدا وانا موجود معك بداية خاليني قبل ما ادخل في المحلة اخذ ملخص من كابتن خالج دادلة لبداية الاهلي وانطلاقة الاهلي في الموسم ده واختلافها عن الموسم الاخير ايه الفوارئ او الحاجات اللي انت لمستها بشكل واضح ما فيش شك ان البداية قوية جدا خمس ماتشات كسبناهم الحمد لله خمستاشر نقطة عفوا العلامة الكاملة ودي حقا طبعا كبداية دايما البدايات بتبقى صعبة بداية لقاء بداية بطولة فالحمد لله احنا خدنا البداية بشيء من التركيز الكبير جدا الحمد لله قدرنا نكسب خمس ماتشات بغض النظر ان فيه تفاوض ساعات في الأداء ولكن خمس مباريات مكسب خمستاشر نقطة علامة كاملة دي بداية قوية مبشرة بإذن الله أداء الأهلي مختلف عن أداء سيوك من النتائج والأرقام الأداء بالنسبة للرؤية كابتن خلق دوالة مختلف مختلف سيزن أخير مختلف بشكل أقدر أقول بنسبة 60% مختلف ولسه مع الماتشات اللي جاية الاختلاف حيبان كتير في اختلاف طرق اللعب في الروتيشن اللي بيعمله مستر مسماني ما بين اللعيبة وبإذن الله السنة دي هتبقى سنة كويسة جدا بإذن الله على فريق النادي الأهلي